فإن صاحب القرآن في رمضان تجده أعطى الناس لسانه ألم يقول الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخل عليهم ضمن الله قال ننزم يقولون أن ننزم المساجد نحفظ سياما فيكون مرء عقل لسانه الذي ينشغل لسانه بالقرآن فكما قال الأوائل لا يجتمع في القلب قرآن وغيره من الله فكذلك أيضا لا يجتمع في اللسان قرآن ووقيعته فيما حرم الله بسه وقد جاءت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة لأن يدع صيامه لأن يدع طعامه وشعره المقصود أن أثر القرآن على اللسان واضح من جهته أن اللسان يحقق وهذا معنى قول مسعود رضي الله عنه يجب أن يعرف صاحب القرآن بصمته إذ الناس يهمون بصمته إذا بدأ الناس يتطلمون لأنه لا يحل صمت ولم يتكلم